ما يحدث داخل أروقة حمس وقادتها بشأن مقترحاتها ووقف التصعيد في غازة يكشف عن من تأول له غلبة اتخاذ القرار في النهاية فمع المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب قال قادة حمس في الخارج إن الحركة تنظر له بإيجابية كبيرة وخرجت مصادر عربية وغربية تؤكد التقاط مؤشرات جيدة من حمس بشأن المقترح وذلك بالتزامن مع ضغوط دولية على إسرائيل لقابول الاتفاق لكن سرعا ما تتبخر تصريحات حمس في ضوء حسم يحيى السنوار رئيس الحركة في غازة القرار في النهاية إذ أكد بأنه لن يقبل بأي اتفاق لا طالما لا ينص على وقف دائم لإطلاق النار إضافة إلى تأكيده أن الحركة لن تتخلى عن سلاحها وفق ما أكدت صحيفة وليستري الجورنال وما حدث من السنوار يكشف مدى عجزي قادة حمس في الخارج عن اتخاذ أي قرار بشكل نهائي ويعكس تباعد الرؤى بينهم حيال الأزمة في غازة كما أن موقفه من الحرب ليس الأول من نوعه فقد سبق وراهن على طول أمد الحرب لزيادة الضغط الدولي على الإسرائيليين تطور لم يقبله الوسطى إذ أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين قطريين وجهوا انتقادات لقادة حماس وأعربوا لهم عن خيبة أملهم من سلوكهم فيما يتعلق بقاضية المختطفين ويمارسون عليهم ضغوطا شديدة لدفعهم إلى القابول بالاقتراح الأمريكي ولو فقط بالمرحلة الأولى منه على الأقل الولايات المتحدة هي الأخرى أبدت انزعاجا شديدا وحث مسؤولوها بحسب CNN قطر ومصر وتركيا على زيادة الضغط على حماس من خلال التهديد بتجميد الحسابات المصرفية لأعضاء حماس وتضييق الخناق على قدرتهم على السفر بحرية في المنطقة ويضاف إلى ذلك مطالبة قطر بالإعلان عن أنها ستقوم بطرد قيادات حماس في حال رفضهم الصفقة